نستشف من هذه الإرسالية في إصحاح عشرة أن المسيح أرسل الأثنى عشر لمدن إسرائيل حتى يكرزوا ببشارة الملكوت أن هذا الملكوت قد اقترب وعطاهم السلطان أن يشفوا المرضى يخرجوا الأرواح الشريرة يطهروا البرص وطبعا يقيموا موته وفعلا خرجوا هذه كانت رسالتهم ردت الفعل في هذه الرسالة من يقبلكم يقبلني والشخص الذي يرفض أو إذا المدينة رفضت يعني أنفض غبار رجليك لأنه دمها عليها يعني ما أنك إنت خبرت وخلاص أنت غير مسؤول وهنا بيتكلم على النقيد كليا كيف ترجمت هذه الآية ونشروها أنه المسيح بعلم عن السيف يعني بالعكس تماما هنا يتكلم عن التكاليف الباهزة اللي بيتبع يسوع المسيح والمسيح لم يعد طريق مفروش بالورود والمسيح كان عنده أمانة مطلقة وهو الذي قال إن أراد أحد أن يتبعني فلينكر ذاته ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني ماذا يجد النفع لو ربح الإنسان العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ وطبعا من أضاع نفسه من أجل ومن أجل الإنجيل يجدها فمنشوف أنه كثير ناس خسرت أمور وفقدت أشياء كثير واستشهدت وماتت بسبب هذه التكلفة الغالية الثمينة فالثمن أحبائي باهز جدا لتبعية المسيح والمسيح تكلم بكل وضوح أن أعداء الإنسان أهل بيته وعلى فكرة هذه الآيات اللي تكلم فيها يسوع المسيح هو كلام معروف للسامعيه يعني دائما لازم نفسر النص بحسب كيف بيفهموه المعاصرين اليهود اللي كانوا بيسمعوه فلي بيسمعوه هم اللي بيحكموه شو معنى الكلام فبالنسبة لليهود موجودة بآيب العهد القديم وموجودة في كتابات التلمود اليهودي وفي أقوال الحخمات والربيين اليهود عن نفس الكلمة أعداء الإنسان أهل بيته وبحسب أقوال الربيين يقولون أنه سيأتي ما يسمى يوم الرب يوم الرب يحكي عنه الكتاب المقدس عندما يحضر المسيح ورباي آخر يقول عندما يأتي ابن داود ستحدث انقسامات خطيرة في العائلة عندما يأتي ابن داود ستقوم الابنة على أمها والكني على حماتها ويحتقر الابن أباه ويصير أعداء الإنسان هم أهل بيته هذا ما مكتوب بحسب أقوال الربيين اليهود يعني بالإيمان بيسوع المسيح تنقسم العائلات إلى قسمين إما أن تقبله ملكا أو ترفضه في اختيار وهنا يعلم المسيح أنه ينبغي أن يكون الاختيار الأول والأولوي الأولى هو يسوع المسيح من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني من أحب أخا أو أختا أكثر مني فلا يستحقني فإذن هنا بيتكلم عن انفصال بالروابط العائلة يقدم لهم حمل الصليب ويقدم لهم المجازفة والمغامرة والمخاطرة أيضا هنا بيدعو التلميذ ليس البحث يعني المسيحيين اللي عم بيبحثوا عن الأمان وبيبحثوا عن السلام والراحة والطمئنين أولا لن يجدوا السعادة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر